الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البلود وورمر. الديفنيشن او بلود وورمر. اتس اديفايس. فور هيتنج بلود بفور انفيوجن. اللي بيسخن البلود قبل ما عمله انفيوجن. اه بيستخدم في لما بحب انقل او اعمل انفيوجن لكميات كبيرة جدا من البلود لان الكلد بلود ممكن يسبب استيت افشق. الالكتريكال هيتر ده يعني اللي بيسخن البلود ده بيتكون من ايه? بيتكون من جزء اين? جزء منه هيتر عادي والجزء التاني عبارة عن جروف كده بعمل فيه انسيرشن للبلود تيوبس انسايد ايد علشان خاطر اقدر اسخن البلود الموجود جواها. المفروض ان درجة الحرارة بتاعة البلود متزدش عن سيرتي سيفن بوينت سيكس ديجري سيليزيس لازم اه وايلا ممكن يحصل اه هيمولوسز لي البلود ده. اه البلود وورمر بيهيت مش بس البلود ممكن كمان يهيت اه حاجات تانية زي اي فلاوت زي اي سيليوشن محتاجة ان انا انقلها للمريض. المفروض باسرع وقت ممكن في كل اه كل الوحدات لازم يكون موجود فيها اه جهاز الورمر ده علشان خاطر تستقبل لو عندي فيه ماسف تروما حصلت اه مثلا لو محتاجة اعمل سارجيكال اوباريشن واعمل ترانسي فيوشن لي لارج امونت من البلود لازم على طول الورمر ده بيكون متواجد. هنلاقي في كل اه المستشفيات اه البلود وورمر ده هيبقى موجود ايفن هنلاقي موجود تحت في الفلورز تحت على اساس لو جات حالة توروما او ماسف توروما بسرعة على طول ان احنا نعمل عملية الترانسي فيوشن اه اوف اه وورمد اه اه بلود اه سون اه رابدلي. اه الديفايس طبعا بيهولد الانفيوجن باك اه وبيقوم بعملية التسخين بتاعها اه اللي بيزبط درجات الحرارة او اللي هما بيكونوا موجودين مش بيزبط درجة الحرارة بس ده هيزبط درجة الحرارة وحيحط كمان الانفيوجن ريت اه اه ليه اللي هو المفروض الريت بتاع البلود انفيوجن انسايد اه زا هيومن. اه طبعا لو احنا اتكلمنا على البنيفيتس بتاعته او الاهمية بتاعته ان هو بيستعمل ليه الحالات الناس يعني الحالات الترومة الخطيرة جدا ولكن اه حابين برضو نقول لو احنا حصلت للمريض حالة هيبوسيرميا يعني انخفض الدرجة حرارته البلود وورمر دلوقتي ما يقدرش يعمله حاجة يعني لو نقلت له بلود وورم ما يعملوش ريفيرس لحالة الهايبوسيرميا اللي هو اصيب بيها يبقى ايزا هزا الجهاز يستعمل فورورمينج او بلود ولكن ما يقدرش يعمل ريفيرس لي الكنديشن اوف هايبوسيرميا اه كمان الماشين دي اه يعني من دمن اه يعني اه يعني اهميتها او من دمن البنيفيتس بتاعتها ان هي يعني بقدر ارميها ما بستعملهاش بين مريض ومريض تاني اه بتاعتها ما بستعملهاش من مريض لمريض تاني وبالتالي ده بيحقق لي سيفتي عالية انه مايحصلش او حاجات زي كده اه طبعا اه كل الفيتشرز دي بتخليلي الجهاز ده اه جهاز اه مهم جدا اقدر ان انا اعتمد عليه في وحدات الرعاية المركزة البلود وورمر اه طبعا استخدامه اه اه لو انا اه يعني حنقل اه كمية من البلود اكتر من خمسين في المية من البلود اه 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 لان لو انا يعني يعني استعملت كمية كبيرة من البلود ونقلتها للمريض على طول المريض ده هيحصل له شوك وحيحصل استيت اوف هايبوسيرميا اه الجهاز لازم شوت به بري وورمد قبل ما ابدأ استعمله اه اه على اساس ان هو بياخد وقت شوية كده لحد ما درجة الحرارة بتاعته تبقى استيبول فدايما اه في غرف العمليات بتم تشغيل الجهاز اه بحيس ان هو اه يعني بري وورمد بحيس ان انا اول منقل للمريض انقل له وورم بلود على طول مش لسه حاستنى لما الجهاز بي استابيلايزد السيوري اوف اوبريشن بتاعته بتاعتمد على ان انا بعمل وورمينج للبلود باربح طرق اساسية اللي هي الكونتر كارنتي هيت اكسشينج والدراي هيت والسير مستاتيكالي كنترولد ووتر باس والإنلاي في الكونتر كارنتي هيت اكسشينج انا بيبقى عندي التوبينج بتاعتي بتبقى دابل اليومن يعني ايه دابل اليومن يعني تيوب جوة تيوب تانية التيوب الداخلية اللي بيمر فيها البلود التيوب الخارجية بيمر فيها الووتر الووتر دي بتبقى اه اه وورم ووتر اه هترفع درجة حرارة البلود لي اه 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 فروم سيرتي ماكسمم طبعا بيبدأ البلود جواها اه جوة التيوب الداخلية يسخن وتظل اه مع اه اه التيوب دي اللي هي اه كلها بحافظ على عملية التسخيم بتاع البلود لحد ما هيوصل ليه المريض لان التيوب كلها ماشي مع بعض الووتر ماشي اماع مين ماشي مع البلود يعني لحد ما بوصل ليه المريض اه بتظل لدرجة حرارة البلود ده سابت اه الطريقة التانية طريقة الدراي هيت ودي لس في الاف الشنسي عن اه طريقة الكعونتر كارنتي كارنتي هيت اكسوتشينج اه 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 ولكن الطريقة دي دي من المريض من دمن مميزاتها ان انا ما بحتاجش الووتر التانك اه زي المستخدم في الكعونتر كارنتي هيت ا اه انا هناك بعمل تسخين بالمية يبقى هناك محتاجة.ووتر تنك بيستعمل فيها.وووتر.بل所以 محتاجة.ou you sing water tank. lil انا مش محتاجة ووتر ايه ووتر ايه تانك لكن هي اقل في الافشنسي من طريقة الكاونتر كارنتي هي اكس تشيج السير مستاتيكالي كنترول دو ووتر باس ده باخد الباك بتاع البلاد بحطه في ووتر باس بتم بعمل اجيتيشن او تحريك كده على اساس ان البلاد كله ياخد درجة حرارة واحدة الطريقة دي بتكون اقل في الكفاءة من الطريقتين التانيين لان البلاد بيعمل بيحصل له كولنج رابدلي طريقة الان لاين مايكرو ويف دي بس تعمل المايكرو ويفز النفسها فيها عملية الهيتنج بترفع درجة حرارة البلاد لسيرتي سيفن دجري سليزيس ان البلاد بيبقى ماشي جوه تيوب التيوبز دي بتكون او تيوبز او او كارتريج بتبقى انسيرت جوه مايكرو ويف كافيتي الكافيتي ده بيطلع المايكرو ويف هو اللي بيقوم بعملية تسخين البلاد من دمن البريكوشنز اللي لازم اخد بالي منها ان درجة حرارة البلاد ما ترتفعش بشكل كبير لان ده ممكن يسبب هيمولوسيس كمان لازم يكون عندي الارم سيستم موجود عشان خاطر ان هو يعملي الارم لو ارتفعت درجة الحرارة ابوف الماكس مام رينجي بتاعي الجهاز لازم تبي فاليديتد على فترات يعني قريبة جدا عشان اتأكد ان هو يعني بيشتغل بشكل جيد وان درجات الحرارة اللي فيه مزبوطة كمان لازم اعمل روتين منترانس لي ام يعني دايما اعمل سيانة لي الجهاز عشان نحافظ عليه سليم اه كمان لازم حتة الكواليتي كنترول تكون متطبقة واكون مدربة كل التكنيشنز بتوعي والسطاف على اساس ان هم يستعملوا الجهاز بشكل سليم اه طمعا من دمن الانديكيشن فور يوز زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنستخدمه في حالة الماسف ترانسفيوجن اوف بلوت اه فمثلا البلوت لو عايزة اعمل الادمنستريشن لبلوت في الادلت اه بيكون الادمنستريشن ريت مور زان اه 50 ميلي بير مينت فور سيرتي مينت اه وانما في الاتشيلدرن بيكون الادمنستريشن ريت اه بيكون مور زان 50 ميلي اه بير كيلو جرام بير اور في حالة الاتشيلدرن اه بيستخدم برضو الجهاز ده لو عايزة اعمل اكسيتشينج ترانسفيوجن اه في نيو بورن وكمان في السورجيكال اوباريشن بتاعت الكارديك الكارديك بالموناري بايبوس اه سورجيكال اوباريشن اه لازم اعمل ري وورمينج لي البلوت بفور ريترنينج ايد باك توسابيشن اه البلوت وورمينج اه شود بي بيزد اون ايه ده يعتمد على السايز بتاع المريض اه اه كمية البلوت اللي فقدها اه محتاجة انقله بلوت قد ايه يا تارا هيكون الريت اوف ترانسفيوجن بتاعي اللي حديل المريض قد ايه يا تارا عندي اه اه وورمينج سيستم كل دي حاجات اساسية لازم احطها في الاعتبار لو انا هعمل بلوت وورمينج اه البلوت انفيوجن وورمر ده جهاز بشوفه في كل المستشفيات زي ما قلنا السيستم بتاعه زي ما وصفنا قبل كده بالزبط ولكن البلوت انفيوجن وورمر اه له شوية مميزات اخرى هنتكلم عنها اه انه طبعا اه هزا اه الجهاز اه بيستعمل التمبريتشر ديفرنس سيجنال بيبقى فيه حاجة اسمها التمبريتشر ديفرنس سيجنال that is necessary for proportional heating of the cold blood يعني ايه يعني هو بيقسلي درجة الحرارة البلوت before ما يعمله الهيتنج حيقس درجة حرارته وبعدين هيجيب الديفرنس ما بين درجة الحرارة دي ودرجة الحرارة اللي انا بريستت عليها ويبدأ يرفع لي درجة حرارة البلوت ده على طول يعني الفكرة الاساسية فيه البلوت انفيوجن وورمر انه بيقسلي او عنده what is cold temperature different signal temperature different signal ده يعني هيشوف لي الفرق بين درجات الحرارة البريستت ودرجة الحرارة بتاعت البلوت ايه بتاعي اه بيبقى كمان معي حاجة اسمها الورمينج باسكت الورمينج باسكت ده بيبقى مصنوع من مادة البولي بروبيين اه كمان بيبقى البلوت نفسه بيتحطه جواه فبيبقى عبارة عن كارير لي البلوت ديورنج عملية الورمينج بروسس بتاعته بيبقى عندي كمان تايمر ببدأ ازبطه ازبط هذا التايمر بحيث اقوم بعملية الهيتنج وانس التايم انتهى على طول الجهاز بيديني الارم ان التايم بتاع الهيتنج انتهى بيبقى فيه كمان سيرمل ريجيوليتور ده منظم لدرجات الحرارة بينظم لي درجات الحرارة بحيث ان هي تبقى زي البريسيت التمبريتشر على طول الجزئية اللي بعد كده في حاجة اسمها البلوت بدل البلوت بدل ده اللي بيساعد على ان السليوشن كله اللي هو موجود جوا البلوت بيج ياخد كله نفس درجات الحرارة ياخد نفس درجة الحرارة ازاي ان الكمبوننت ده بيبقى فيكست مع الورمينج باسكت وبيخلي الباسكت ده يحصل له اسوليشن باك اند فورس يعني يتحرك الى الامام والخلف بحيث انه يحصل هي الدستريبيوشن للبلوت يعني كله ياخد نفس درجة الحرارة عملية الاجيتيشن دي او الحرقة او الحلقة الاسولاتوري دي بتساعد على ان كل الجزئيات بتاعت البلوت تاخد نفس درجة الحرارة التمبريتشر ميجورننج دفايس ده عبارة عن دفايس هيبدأ يقسلي التمبريتشر الموجودة جوا الوارمينج باسكت الديفايس ده هيحتوي على بروب البروب ده هيبقى لوكيتد في الورمينج باستيت الديفايس بروتكتور ده اللي بيبروتكت الجهاز من اي عملية تغير في الباور اللي هتوصله بحيث لو لقى اي زيادة في الباور يحصل على طول فصل للسيركت بتاعة الجهاز بحيث الجهاز ما يحصل لهوش دامج الديفايس كله بيكون محاد بطبقتين طبقة خارجية من البولي بروبين والطبقة الداخلية من البولي يوريثين والاتنين دول بيتميزوا ان السيرمل كونداكتيفتي بتاعتهم قليلة يعني ما بيعملوش لوس للهيت بيبقى عندي كمان حاجة اسمها الترانسبيرانت ويندو الترانسبيرانت ويندو ده بيبقى مصنوع من البولي كاربونات على اساس برضو ان المادة دي عبارة اليها وبالتالي بتكونسيرف الهيت في نفس الوقت كمان بنقول ان الترانسبيرنت ويندو ده بتخلي اليوزر على طول يقدر يتابع عملية البلاد وورمينج بكل سهولة هنا بقى يعني شوية معلومات كده حابين ان احنا نتكلم فيهم عن البلاد وورمر اولا لازم اعرف ان عملية الورمينج بروسس المفروض ان هي ما تبقاش مور زين سيرتي سيفن دي جري سيليزيس ممكن يعني لو سيرتي سيفن بوينت فايف اوكي لازم كمان نعرف ان الهيتنج نفسها والترانس فيوجن بتاع البلاد لازم يكون بكونستانت ريت كمان المفروض ان انا بمنع الاكسسيف هاي تمبريتشر اه وزين زا اتشمبر فلازم يكون عندي اه كنترولر فور هيت يكون موجود كمان لما التمبريتشر بتاكزيد البريست باي وان دي جري سيليزيس بيبقى في عندي السيرمار ريجولياتور على طول بيعمل بريك للباور سابلاي بتاعي كمان الباور سابلاي يعني اول ما درجة الحرارة تبدأ تقل على طول الباور سابلاي على طول يشتغل ويحصل هيتنج لليونت مرة تانية عشان درجة الحرارة تظل بتاعة البلاد تظل سبتة اه طبعا بيبقى عندي فان الفان دي بتبقى امبيدت في الدفايس على اساس ان هي اه لو حصل عشان تعمل توزيع حراري لالهيت في كل السيستم بتاعي اه كمان اه كمان اه اللي هو موجود في الطايمر اه الطايمر اه بيعمل اكتيفاشن لميكانيكال بيل الميكانيكال بيل دي بترينج لما عملية الهيتنج اه او لما الطايم نفسه ينتهي في عندي جرين ليد اه في الدسبلي بانيل دي بتينديكيت ذات زا اوبريشن هاس بين كومبليتت اه كمان عشان امنع الاوفر اكسبوجر يعني لو المروحة بتاعة الجهاز دي وقفت الجهاز كله بيقف ليه الجهاز كله بيقف عشان مفيش جزئية تسخن اكتر من جزئية تانية اه دول مجموعة اسئلة يعني انا حابة ابناء الطلبة برضو يبدأوا يحلوها على اساس يشوفوا مدى استيعابهم للجهاز شكرا ليكم مع السلامة